ورغم مغادرة وفد حماس للقاهرة وعدم إرسال إسرائيل لوفدها لا زالت المفاوضات متواصلة عبر وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى هدنة في غزة مع حلول شهر رمضان إلا أن نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لم تحل بعد في السياق مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إن حماس تشترط الوقف الشامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كما تشترط أيضا البدء في عمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار وزيادة عدد شاحنات المساعدات لتصل لنحو 500 شاحن يوميا وهو ما ترفضه إسرائيل وكدة نيتها مواصلة هجومها حتى تحقيق هدفها الذي حددت منذ بداية الحرب وهو القضاء وحلماس كما تشترط إسرائيل أن تقدم لها حماس قائمة محددة بأسماء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة أما فيما يخص عودة النازحين إلى شمالي القطاع فإنها تعد من أكثر النقاط تعقيدا وخلافا بين الطرفين حيث ترفض إسرائيل عودة الذكور بين سن 18 و50 عاما فيما صرح مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية أن حكومة إسرائيل لن تسمح بعودة أي من سكان غزة تحديدا إلى الجزء الشمالي واتهم حماس المسؤول الإسرائيلي بالتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب في المقابل أكد رئيس وزراء إسرائيل بن يامين يتينيو أكثر من مرة ضرورة تنفيذ عملية جتياح مدينة رفح والتي وصفها بالضرورية للقضاء على حماس